إذن مشاهدين ما زلنا معكم داخل أرواق كاب 27 بعد انطلاق أعمالها الإجرائية انتظاراً للافتتاح الرسمي بقدوم القادة غداً نتحدث الآن عن المشاركة الأوروبية وهي مشاركة على أعلى مستوى وشديدة الأهمية في كاب 27 نظراً لوعود حول اتفاقيات ما بين الجانبين المصري والأوروبي بشكل خاص وما بين أوروبا والدول الأفريقية بشكل عام في استثمارات تحديداً تتعلق بالطاقة النظيفة والطاقة المتجددة معنا الآن سيادة سفير الاتحاد الأوروبي في مصر سيد كريستيان بيرجر سيادة السفير كريستيان بيرجر رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي في مصر مرحباً بك ونتحدث عن مشاركة الاتحاد الأوروبي في كاب 27 شكراً هذه فرصة عظيمة لنتحدث اليك اليوم إن مشاركتنا في كاب 27 هي تعكس أهمية العمل المناخي ومكافحة التغير المناخي لدينا رئيس المجلس الأوروبي ورئيس المفوضية الأوروبية يأتون اجتماع الشكرا في المستوى وعبر العشرة أيام القادمة سوف يكون لدينا الكثير من المفوضين الذين شاركونا في الاجتماعات الوزارية ولدينا الكثير من الزملاء الذين ستحدثون عن موضوعات الهامة كلها هل تتوقع أي اتفاقات مصرية أوروبية بسفة خاصة في مجال التقن المتجددة؟ نحن نقوم بتجهيز بعض الاتفاقات ليس مع مصر ولكن مع دول أخرى ولكن نركز على الحراجة أو الغابات ولكن لدينا اتفاقات خاصة بالتنوع البيولوجي ولكن مع مصر نحن نناقش بعض الأمور الخاصة بالهيدروجين الأخضر هل الطاقة المتجددة تمثل نسبة صغيرة من الطاقة بينما تمثل الطاقة النووية نسبة كبيرة؟ ما الذي يمكن أن تتوقعه في هذا الصدد؟ هذا هو أحد أهم أهدافنا نحن نريد من الاتحاد الأوروبي يهدف له أن نصل لزيروا امبعاثات أو صفر امبعاثات من الغازات الخاصة بالاحتباس الحراري وطورنا برنامجا جديدا لديه ثلاثة نقاط النقطة الأولى هي التي ذكرناها أن ننتقل من الوقود الاحفوري إلى الوقود المتجدد وهو أن نوسع مدى مصادر الطاقة التي نستخدمها والتي تشمل الطاقة الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين إذن هذه مجالات التعاون سيادة السفير ما هي نصيحتكم للوصول بالنجاح لكوب 27 أولا لدينا مناقشات عميقة يجب أن نتأكد أن الاتفاقات التي تم الوصول عليها يتم تنفيذها نحن كاتحاد أوروبي نحاول أن نتأكد أن المجتمع الدولي وليس فقط على مستوى الدول والحكومات أعني القطاع الخاص والمجتمع المدني يجب أن يلتزموا بالالتزامات التي قطعوها على أنفسهم في تلك المؤتمرات بشكل خاص لدينا قضية الوصول لهدف درجة الحرارة كيف يمكن للدول أن تنفذوا التزاماتها أثناء القب بصفة خاصة في ظل الأزمة العالمية الحرب وقبلها الجائحة حسنا أولا لدينا اجتماع اليوم سوف ننقش فيه هذه الأمور وسوف يكون لدينا اللقاءات وجها للوجه وسوف يكون هناك العديد من الممثلين وممثل الحكومات ورجال الأعمال والقطاع الخاص بشكل خاص إذن هذه فرصة كبيرة بعد أن أصبح جائحة الكورونا ليست قوية لكي نلتقي وجها للوجه فأعتقد أنه من المهم جدا أن تكون هناك مجالات نتحدث فيها بصفة خاصة لأن مصر هي المنظمة ومصر في أفريقيا كيف يمكن أن يساعد القطاع الخاص في مجابهة تحديات التغير المناخي؟ سوف أحدث على مستويا أولا القطاع الخاص يجب أن يلتزم بالمشاركة في تقديم 100 مليار دولار لدعم الدول وكذلك ثانيا حين نتطلع إلى المستقبل فإن القطاع الخاص مهم جدا لتطوير تكنولوجيات جديدة وعمليات جديدة والتقنيات جديدة لكي نتأكد أن اقتصادنا صديق للمناخ وأن النمو الاقتصادي يبتعد عن زيادة استهلاك الطاقة هناك الكثير من المجالات المنخرط بها القطاع الخاصة التي تساعد في تطوير تكنولوجيات جديدة وأعتقد بعد كوب 27 وبعد تمثيل هذه التكنولوجيات هناك المزيد الذي يمكن القيام به للاستفادة كثير من الدول كوب 27 يسمى كوب أفريقيا ما الذي تتوقعه أفريقيا من هذا المؤتمر فيما تعليق بمصلحتها أولا؟ من المهم أن يُعقد كوب 27 هنا في مصر وأفريقيا ستكون في قلب الانتباه وهناك أوجه مختلفة أولا كان هناك إسبوع المياه الذي عقد أيضا في مصر إذن قضية المياه سوف تكون مطروحة بشكل كبير في كوب 27 وبالتالي فإن تعاوننا مع أفريقيا سوف يكون مهم جدا ومصر سوف تكون هي المنصة الخاصة بهذا ليس فقط في التاقة المتجددة ولكن أيضا في مجال المياه للشرق الأوسط وأفريقيا كيف ترى التحول الأخضر ومبادرته في مصر؟ نحن نتابع عن قرب وندعم العديد من التكنولوجيات والمبادرات على سبيل المثال نحن ندعم بناء مزرعة رياح كبيرة في خليج السويس وهذا مثال واحد ولكننا أيضا نعمل مع مصر على تطوير التكنولوجيات الخاصة باستخدام التاقة الشمسية وقريبا أيضا في مجال الهيدروجين أفريقيا تحتاج أن تتحدث بصوت واحد وأفريقيا كيف يرى الاتحاد الأوروبي حاجات أفريقيا فيما يتعلق بالتحديات المناخية؟ أعتقد أن أفريقيا اهتمامها الأساسي هو كيف يمكن لأفريقيا أن تحصل على الموارد المطلوبة والدعم المالي لمواجهة الأهداف المناخية؟ أفريقيا ستتأثر بالتغير المناخي هناك تغير حدث في أنماط الطاقس ومستويات البحار وهناك الكثير من القضايا التي نحاول أن ندعم من خلالها المبادرات التي يمكن أن تساعد في منع هذه التفاقم وتقليل التأثيرات السلبية للتغير المناخي ووضع أنظمة إنزار مبكر تساهم في تحقيق التنبؤ بالزوارة الجوية الخطيرة أتيام بيرغر رئيس بعثة حد الأوروبي في مصر شكرا لكم